وكلنا شاهدنا الكوارث بأم أعيننا ولا حل لتفادي كوارث أكبر مما يجري إلا بوقف الحرب وإغاثة الأهالي بأقصى سرعة ممكنة هذه ليست كلماتي بل هذه الكلمات السهلة بها أربعة أطباء عادوا من غزة مؤخرا حديثهم في مؤتمر صحفي عقدوا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك هنا في هذا المكان اجتمع هؤلاء الرجال الأربع بينهم بروفيسور في جامعة أكسفورد البريطانية يدعى نيك ماينار ميك أو نيك الذي فندت دعاءات تل أبيب بشأن استهداف عناصر حماس وحماية المدنيين إذ أكد أن الجيش الإسرائيلي يقصف عشوائيا يقتل المدنيين بأعداد كبيرة ويسهدف المؤسسات الصحية والعملين في مجال الصحة ويسهدف المؤسسات الصحية والعمل ويسهدف المؤسسات الصحية والعمل ويسهدف المؤسسات الصحية والعمل موارج حماسيسيًا ويسهدف المساعدة الصحية والعمل فإن أتفقد أن أمتلك أي مؤسسة لديك كالعجيز يمكن أن تشكي بالمقاياة في المقاياة في المقاياة المقاياة. يمكن أن تتكلم هذا المقاياة بالإجراء. هناك مجرد الكثير من المترجمات بمقاياة كمسرينة للعجزين ومقاياة أي مقاياة الطرقية والعمق الحكري وممقاياة للغاية. وقف فوري لإطلاق النار حالا لكن هل من المستمع؟